اشتركوا في القناة في الغين اسرار التجل الاقهر فاعرف حقيقة فيضه وتستر وانظر اليه من ستارة كونه حذرا على الرسم الضعيف الاحقري اعلم ايدك الله بروح منه ان الغين المنقوط من عالم الشهادة والملكوت ومخرجه الحلق ادنى ما يكون منه الى الفم عدده عندنا تسعماء وعند اهل الاسرار اذا عند اهل الاسرار تسعماء واما عند اهل الانوار فعدده الف كل ذلك في حساب الجمل الكبير يعني هو الف لانه واحد في مرتبة الالاف وهو الوحيد في مرتبة الالاف بحسب اهل الانوار فهذا الجمل الكبير او الجزم الكبير وهو في الجزم الصغير واحد فبسائطه الياء والنون والالف والهمزة والواو وفلكه الثاني وسني حركة فلكه احدى عشرة الف سنة يتميز في طبقة العامة مرتبته الخامسة ظهور سلطانه في البهائم طبعه البرودة والرطوبة عنصره الماء يوجد عنه كل ما كان باردا رطبا حركته معوجة له الخلق والاحوال والكرامات خالص كامل مثنى مؤنس له الافراد الذاتي له من الحروف الياء والنون وله من الاسماء الذاتية الغني والعلي والله والاول والاخر والواحد وله من اسماء الصفات الحي والمحصي والقوي وله من اسماء الافعال النصير والواقي والواسع والوالي والوكيل وهو ملكوتي إذن كانت هذه قراءة في كتاب الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والملكية لسيدي الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الحاتمي الطائي الأندلسي ثم الدمشقي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكنا نقرأ الجزء الثالث من الباب الثاني في معرفة مراتب الحروف والحركات من العالم وما لها من الأسماء الحسنى ومعرفة الكلمات ومعرفة العلم والعالم والمعلوم وفي هذا الجزء تحدث الشيخ محي الدين عن خواص الحروف حرفا حرفا وذكر ما لها من الأسماء الحسنى وذكر بعض صفاتها ويقول في آخر الباب إنه سيبين الألفاظ المستخدمة في هذا الجزء سيبينها في الجزء الذي بعد هذا وهو الجزء الرابع الذي سنقرأه إن شاء الله تعالى فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة